بسم الله الرحمن الرحيم أبناء بناتي طلاب وطالبات الصف العاشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيسعدني أن أقدم لكم اليوم الجزء الأول من نص مرثية بيت المقدس أهداف الدرس يتوقع من الطالب أو الطالبة أن يقرأ النص قراءة شعرية معبرة سليمة يعرف صاحب النص يتعرف معاني المفردات الصعبة يذكر الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية يستخرج الصور الفنية والأساليب اللغوية بادئ ذي بد نتعرف صاحب النص أو الشعر الذي قال هذا النص هو أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد الأبي وردي وكاتب واديب عاش في القرن الخامس الهجري في أصفهان أجاد في كثير من أغراض الشعر وكان إماما من أئمة اللغة ما الذي تعرضه هذه القصيدة؟ ما الذي تقدمه هذه القصيدة؟ ماذا يتحدث القصيدة؟ الشعر في هذه القصيدة؟ يتحدث عما أصاب القدس من مصائب عندما احتلت الصليبيون وفتكوا بأهلها ودنسوا بسجدها ما؟ تصور حال الأمة وما أصابهم من ذل وهوان في تلك الفترة جيم يستصرغ أبناء الأمة العربية والإسلامية لنجدة القدس دال يحث الهمم لنصرة أهل القدس وتطيرها من دنسي الصليبيين ما القيمة لهذه القصيدة؟ ما قيمة؟ ما أهمية هذه القصيدة؟ هذه القصيدة وغيرها من القصائد كانت لها أهمية كبرى في ذلك العصر لأن في تلك الفترة كان المسلمون منهمكين بعيداً عن ما تتعرض له القدس أو بلاد الشام من حملات صليبية فلذلك كان حث الناس على الجهاد وحث الناس بأي وسيلة من وسائل الإعلام كما نرى اليوم في حياتنا الحاضرة كيف تبث الحماسة في نفوس الناس عن طريق الإذاعات عن طريق التلفاز عن طريق الصوف عن طريق الخطب وهكذا فهذه القصيدة كانت لها أهمية كبيرة قد كان لها دور كبير في حث المسلمين وبث روع الحماسة فيهم لنصرة أخوانهم أهل بيت المقدس وبلاد الشام قسمنا هذه القصيدة إلى عدة أجزاء تتناول أفكاراً جزئية أو فرعية في كل منها أنما الفكرة الرئيسة هي في هذا النص أو في هذه المرثية يصور الشاعر الألم لما حل في القدس ويستنهض الهمم المسلمين فيها نأخذ البيت الأول يقول الشاعر فيه مزجنا دماءاً بالدموع السواجمي فلم يبقى منها منا عرصة للمراحمي مزجنا دماءاً بالدموع السواجمي فلم يبقى منا عرصة للمراحمي مزجنا ما معنى مزجنا؟ خلطنا السواجم من سجم الدمعة أي سالة قليلاً أو كثيراً عرصة الساحة المراحم جمع مرحمة وهي الرحمة هذا البيت يتناول فكرة فرعية جزء من الفكرة الرئيسة أن الدموع اختلطت بالدماء الشهداء في بيت المقدس يقول الشاعر في شرح هذا البيت لقد امتزجت دموع بدماء الشهداء في بلاد الشام ولم يعد مجال للظن وأقوى الواشين عن ما حل بالمسلمين بعض الواشين يقولون ما حل بالمسلم شيء المسلمون بخير لكن في هذه الفترة امتجت الأحزان بدماء الشهداء التي سالت في بلاد الشام وبيت المقدسي بخاصة الصور التي جاءت في هذا البيت في سعارة مكنية في مزجنا دماء بالدموع حيث شبه الدماء والدمع بسائل يمزج مع آخر الأسريب استخدم اسلوب النفذ في قوله لم يبقى منا عرصة للمراحم الفعل يبقى فعل المضارم الزوم علامة جزمه حدف حرف العلة نأخذ البيت الثاني من ضمن أيضا الفكرة الرئيسة يقول الشاعر وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارمين شر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارمين شر أسوأ يفيضه يذرفه أو ينزله شبت وقعت أو اشتعلت الحرب شبت نارها اشتعلت الصوارم جمع صارم والصارم هو السيف القاطع البتار الفكرة الفرعية في هذا البيت يتناول الشاعر فيها وقت المعركة وشدة القتال لا ينفع فيها البكاء ولا الحزن عند المعركة في القتال لا ينفع الحزن والبكاء لأنه يدل على الضعف والهوان يؤكد الشاعر أن البكاء والحزن هما أسوأ وسيلة للدفاع إذنهم أي الدموع والحزن أو إنهما الدموع والحزن تحملان كل ما عن الضعف والذلة والمهانة وبخاصة حين تشتد المعرك اجتمل هذا البيت على كناية وتشبيه من الصور كسناية والتشبيه الكناية في شبة نارها بالصوارم كناية عن اجتداد المعركة والتشبيه في شر سلاح الدمع شر سلاح الدمع الدمع شبه بالسلاح الأساليب استخدم السيوب التفضيل في شر سلاح المرء دمع يفيضه الشرط في قوله إذا الحرب شبت نارها وهو شرط غير جازب الأبيات التي تليها وهي أربعة أبيات من البيت الثالث حتى السادس يقول الشعر فيها فإيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم أتهويمة في ظل أمن وغطة وعيش كنوار الخميلة ناعم وكيف تنام العين من أجفونها على هفوات أيقظت كل ناعم وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاع كان لها من كلمات رائعة إيها اسم فعل للأمر يدل على التوقف أو حسبك وقاع جمع وقيع والوقيع هي المعركة إذا الوقاع معارك المناسم أطرافه خف البعير تهويمة النوم الخفيف حينما يتهوم الإنسان في النوم نقول تهويمة أي نوم خفيف غبطة سرور وسعادة وفرح نوار الخمال هو الشجر الملتمع الملتف الكثيف هفوات جمع هفوة وهي الزل أو الخطأ المذاكي الخيل الشابة الخيل الصغيرة السن تسمى المذاكي أما العقشاع فهي الخيل الكبيرة المسنة يقول الشاعر في هذه الأبيات يخاطبه المسلمين قائلا كفاكم حسبكم أيها المسلمون وما أنتم فيه من دعا وراحة وهدوء واطمينان فالمعارك القادمة ستقلب كل شيء فتبدل الأحوال قد تهاول المسلمون واتغاضوا عن أي محاولة لاسترجاع حقوقهم وانشغلوا بحياة الرفعية والطرف والنوم الهانع لكن الشعر تساءل متعجبا من المسلمين كيف يغفض لهم جفن أو تحلوا لهم حياة وهم في ظل الاحتلال والمصائب تتوالى عليهم من هنا وهناك وقد تناسوا إخوانهم المسلمين في بلاد الشام المظلومين الذين تعرضون كل يوم إلى أبشع يلوان التنكيل والتعذيب وهكذا حالنا هو اليوم هكذا حالنا هو اليوم المسلمون والعرب مشغلون بأمورهم بحياتهم لا ينظرون إلى ما يحلوا بالقدس ما يحلوا بأرض الجهاد بالأرض المقدسة في فلسطين لا هم لهم غير الحياة المنعمة المترفة وما أشبه اليوم بالبارحة إنه فعلا هو نفس الموقف الذي نراه اليوم في حياتنا الحاضرة مع العدو الصهيوني أما الصور التي جاءت في هذه الأبيات السعار المكنية في وقاع يلحقنا الظراء وهفاوات شبه الهفاوات بإنسان يوقظ والتشبيه في عيش كنوار تشبيه مفرد والكناية في قوله يلحقنا الظراء الظراء بالمناسم كناية عن تبدل الحال تنام العين ملأ جفونها كناية عن الاطمنان والهدوء يضحي مقيلهم ظهور المذاكي المذاكي أو بطون القشاعم كناية عن اختلاف أماكن موته أما الأساليب فقد استخدم الشاعر اسلوب الاستفام في قوله أتهويمة في ظل وهي تفيد التعجب مما يحدث لحال المسلمين وكيف تنام العين تفيد الاستنكار والنفي والتعجب كيف تنام العين وأما الأمر اسلوب العمر فقد جاء فيه فإيها بني الإسلام وغرض رفع الهمم والحث والمحسنات البديعية الطباق في أيقظة ونائم والمقابلة في ظهور البطون القشاعم وهكذا أبنائي وبناتي طلاب الصف العاشر قدمت لكم شرح الجزء الأول من نص مرثية بيت المغدس وإلى نلتقي بكم في الجزء الثاني السودع بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته